يطلع على أفغانستان وادي أبو الفتوح كان موجود في ذلك الوقت كنت أول من نشر هذه الصورة بتاعة عبد منع مفتوح وهذه الصورة في الأهرام سنة 92-93 أول من نشر صورة عبد منع مفتوح في أفغانستان وأتعرف علي قضية وأتهى قال لك هو بيتهمني أن أنا كنت راح إغاسة مهم يعني فنشر هذه الصورة أصبحت يتم تدوله حتى الآن بس بقول لكم مصدر بس الصورة دي أول من نشر هذه الصورة في بداية التسعينات ورحبوا الفتوح والتحدي مش عارف الأطباء العرب والنقابة الأطباء ونقابات كثير والمحامين وكله كان يبعث يلا ودي ودي طيرات بقى تتشحن وتودي هناك الجهاد بقى في أفغانستان وتحول بعد ذلك الجهاد أنا بقولك بس بذكرك بشوية تاريخ عشان نعود للوراء قليلا لأنه بذكرك عشان نصل للنهاردة الأمريكان دعموا بالسلاح أحدث الأسلحة وبعد ذلك انتهت الحرب في أفغانستان طيب نعمل إيه؟ لا يا جماعة منفعش إحنا ناس اتدربوا وعايزين نعمل طبعا بدأوا يشكلوا تنظيم تنظيم القعدة أول حاجة عملت اسمها الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين تاني 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 الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين